في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة يتزاحم هؤلاء الأطفال والشبان أمام هذا المطبخ الميداني الذي يقدم وجبات مجانية في ظل نقص حاد في إمدادات القطاع بالغذاء العاملون في مجال الأعمال الخيرية ملأوا الأواني والأطباق بوجبة من القمح المطبوخ مع صلصة الطماطم علّها تسد رمق هؤلاء الأطفال الذين يواجهون المجاعة ومع استمرار توزيع وجبات الطعام بشكل محدود تجمع مواطنون بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة منتظرين دخول مزيد من الشاحنات التي تحمل خضروات ومواد غذائية إلى مدينة غزة وشمال القطاع ووسط انخفاض إمدادات الغذاء بشكل حرج ووجود نحو 300 ألف شخص في الشمال يعيشون في مخيمات أو ملاجئة أو مبان مدمرة أصبحت هذه المطابخ الميدانية بمثابة شريان حياة للأسر المحرومة من الطعام بسبب الحصار وقد أدت القيود المفروضة على المساعدات والاستمرار في القتال بقطاع غزة إلى إعاقة توزيع المساعدات وتسليمها بشكل كبير مما ترك الناس يكافحون للحصول على الطعام وتدخل المساعدات للقطاع من خلال معابر برية وعبر عمليات إنزال جوي ومن البحر لكن وكالات إغاثة ودبلوماسيين غربيين يقولون إن الإمدادات التي تصل حتى الآن تقل كثيرا عن الحاجة وتقول الأمم المتحدة إن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال الإبادة الجماعية وأدت إلى حدوث مجاعة في جميع أنحاء غزة دعية المجتمع الدولي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ودعم إيصال المساعدات الكافية عن طريق البري بأية وسيلة